بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وما أذراكم ما عرفه عرفه وقف النبي فيها وقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف إلى عرفات الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفاتي لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات على كل أرض في الحجاز ملائك يزفون تحايا الله والبركاته عرفه وما أدراكم ما عرفه هذا الموقف كله أسرار كله أنوار أورد الإمام الغزالي في الإحياء أن محمد بن المنكدر رضي الله عنه قال وقفت بعرفه وقفت ثلاثا وثلاثين مرة فقلت وأنا في عرفه في المرة الثالثة والثلاثين إلهي ومولاي وسيدي تعلم أني وقفت موقفي هذا ثلاثا وثلاثين مرة فالأولى عن نفسي حجة الفريضة والثانية عن أبي والثالثة عن أمي وثلاثون حجة لكل من وقف بعرفة ولم تغفر له قال ابن المنكدر هذه الكلمات وهو على صعيد عرفه فلما غربت الشمس نزل بمزدلفة ونام بها فرأى من يقول له في المنام يا ابن المنكدر أتجود على من خلق الجود أتتكرم على من خلق الكرم لقد غفر الله لكل من وقف بعرفة قبل أن يخلق عرفة كل من وقف بعرفة فهو ضيف لله جل وعلا وسيدنا رسول الله يقول الحجاج والعمار وفض الله دعاهم فأجابوا وإن سألوه أعطاهم وقد أكرمني الله بالحج غير مرة وكنت أنظر إلى وجوه الناس في فجر عرفة أنظر إلى هذه الوجوه التي تجلس أمامي وأطيل النظر إليها ثم أعيد النظر في آخر اليوم عند غروب الشمس فأرى الوجوه قد اختلفت وأرى الأنوار قد لاحت على وجوه الناس هذه وجوه غفر لها هذه وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة هذه وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة هذه وجوه ناعمة لسعيها راضية هذه وجوه ابيضت صحائفها الصحيفة السوداء المليئة بالذنوب والعصيان والآثام أصبحت بيضاء لا إثم ولا ذنب ولا معصية ولا سيئة قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذه الوفود الغفيرة وهذه الجموع الكثيرة الكل يلبس ثيابا أبيضا الكل خلع ما على رأسه من عمائم ومن تجان الكل تجرد من الملابس الكل تجرد من المخيط الكل على صعيد واحد يدعون إلها واحدا ويرجون إلها واحدا الكل يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الكل يقول يا رب اغفر لي يا رب اعف عني يا رب سامحني يا رب تب علي يا رب تقبل توبتي يا رب اغسل حوبتي ومولانا جل وعلا يقول غفرت لكم جميعا وأباهي بكم الملأ الأعلى تعف الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن نزلوا بساحة الكريم نزلوا بساحة الرؤوف نزلوا بساحة الرحيم نزلوا بساحة الحنان المنان يعودون من عرفة وقد غفر الله لهم عرفة وما أدراكم ما عرفة كما قال النبي هنا تسكب العبرات وسمي عرفة بهذا لأن هذا المكان تعارف فيه آدم وحواء وقيل لأن الناس يعترفوا بذنوبهم لله وقيل لأن الله جل وعلا يتودد على عباده فيه وقيل لأن هذا المكان تفوح منه رائحة طيبة عرف شذي من هذه الأرض المباركة فاللهم لا تحرمنا من الوقوف بعرفة هذا العام وكل عام بقدرتك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يسل لنا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام اللهم أمين يا رب العالمين وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته اشتركوا في القناة